دكتور فريد ممكن أطلب منك طلب يمكن في بعض الأخوة أو الأخوات المشاهدين بيتخبط في ظلمة معينة أو في التشويش يتساءل يبحث فما هو ردك؟ ما هي نصيحتك؟ هل يمكنك أن تقود هذا الشخص إلى الطريق؟ نعم أقول لمن يتخبط هل أنت مخلص؟ أم أنت مجرد مجادل؟ إن كنت مخلصاً في البحث عن الطريق ستجده بكل سهولة أما إن كنت تريد أن تجادل وتعقد مقارنات بين الأديان فلن تصل إلى شيء الله يبحث أولاً عن الإخلاص ثانياً هل لديك نسخة من الإنجيل؟ إن كان عندك افتحها اليوم معي وابدأ معي في إنجيل يحنى من الأصاح الأول إن لم يكن عندك يمكنك أن تطلب من البرنامج من العنوان الذي يعلن في آخر الحلقة أما ثالثاً إن كنت تشتاق الآن يمكن أن تصلي معي الآن طالباً من الله أن يفتح عينيك ويجعلك تقبل شخص المسيح مخلصاً وتبدأ في اختبار السلام الناتج من علاقة حقيقية مع الله أرجو أن تصلي معي يا صديقي هذه الكلمات أيها الآب السماوي شكراً لك لأنك أوضحت لنا كيف نصل إليك شكراً لك لأجل ابنك الوحيد يسوع المسيح الذي أعلم بكل وضوح بدون لبس وبدون التباس وبدون أي ارتياب أنا هو الطريق أيها الآب السماوي افتح عينيك لكي أبصر المسيح بالإيمان افتح عينيك لكي أقبله أصلي أيها الآب أن تحررني من شهواتي وخطيائي أصلي أن تنقذني من قبضة الشيطان أصلي أنك تنجح حياتي أصلي أن تصلح بيتي الذي خرب أصلي أن تغير الحياة وإني أثق أن ليس سوع يسوع المسيح أؤمن به الآن هو المخلص أيها الآب اقبل توباتي وأضع كل إيماني وثقة في المسيح المخلص آمين آمين